كان أبو أيوب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن خلافة الفاروق في غزوة من الغزوات وإذا برجل من المسلمين ألقى بنفسه في وسط العدو يقاتل فقال الناس إن فلاناً ألقى بنفسه إلى التهلك والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك فينبري أبو أيوب رضي الله عنه ويقوم في الناس ويقول والله ما في مثله نزله ليست هذه الآية نزلت في مثل هذه الصورة التي تقولون وإنما نزلت فينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى الإسلام فآمنا به وتركنا لأجله الأموال والأولاد والزوجات فكنا معه في كل مكان وكل ما يريد منه وضحينا بكل شيء لنصرة هذا الدين قال حتى إذا كنا معه في غزوة تبوغ وماذا تعني تبوغ هؤلاء القوم القلة كانوا معه فعادوا كل العرب ونازلوا كل العرب وبذلوا وقطعوا كل الأسباب لمن كفر مع من كفر بالله وليست قضيتهم إلا هذا الدين وهذا النبي الكريم والدعوة إلى الله عز وجل ثم أن يصل الأمر لمنازلة بني الأصفر فيقبلون ويذهبون معه يقول فعندما رجعنا والطريق طويل يتجاذبون الحديث في الطريق فكان مما يقول أبو أيو فكنا نقول جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى الإسلام فآمنا به وتركنا لأجله الأموال والأولاد والزوجات فخربت مزارعا لم تعد المزارع تعطي إنتاجا كما كنا نقوم عليها والأجير ليس كالأصيل في قيامه بالأمر والعناية به قال فقلنا إذا رجعنا إلى المدينة نصلح مزارعنا قال فأنزل الله فينا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك ترجمة نانسي قنقر شكرا